بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه أولاً كل عام وأنتم بخير في هذه المناسبة الجليلة التي أدخلت الفرحة والسعادة على كل قلب مصري بل وكل من يبتغي الحق والعدل أقول الله أكبر الله أكبر لأنه قارئ النصر في يوم النصر وفي ذكره دائماً وذكرهم بأيام الله فهذا يوم جليل وفاز بها وبهذا اللقب الشيخ محمد أحمد شبيب الشيخ محمد أبوه كان محب للقرآن اللي هو أحمد شبيب ده هو كان من عشاق القرآن فوده محمد هما من ضنديد ضنديد آه بلد في ميت غمر اسمها ضنديد بلد مشهورة وكانت في هذه البلدة البلد تتنافس فيها العائلات بإحضار القراء خاصة في المواسم والرجاء المآتم أم كانوا يجيبوا بقى عبدالفتاح الشعشاعي يجيبوا الشيخ رفعت يجيبوا الشيخ مصطفى اسماعيل وهكاس فهو حب القرآن جداً وعايز ابنه يطلع زي الناس ده هيه واخد بالك فوده ابنه لكتاب الشيخ توفيق كان اللي هو علم سيدنا الشيخ محمد ابن أحمد شبيب كان واحد اسمه الشيخ توفيق رحمة الله عليه محمد اتولد 1934 ومات سنة 2012 فنقول 34 لغاية رأس القرن وميعملوا كيام ستة وثمانين وستين سنة ستة وستين سنة واثناشر يبقى تمانية وسبعين يبقى هو لما مات مات عنده تمانية وسبعين سنة ايه الشيخ توفيق انتقل فيبقى لازم الولد يكمل الاتلاو حافظ قد ايه حافظ لغاية دلوقتي 17 جزء وفضله 13 اجزاء القرآن 30 راح انتقل الى واحد تاني بس اعلم من الشيخ توفيق الشيخ توفيق بيحفظ لكن ده بيحفظ ويعلمك تجويد وخرقات كان اسمه الشيخ محمد اسماعيل فكان محمد اسماعيل ده مشهور عنه كده قاله شوف يا ابني كل شيخه ليه طريقة احنا نبدأ من الاول يجيب تاني السبعتاشر من الاول نجيب السبعتاشر من الاول ليش دعوة باللي عمله غيري واخد بالك محمد اسماعيل يسمعه من هنا ويبدأ يتغير وجهة نظره فيه من ناحية تاني وعرف ان المحمد احمد شبيب ده فالته وعرف انه ده ليه مستقبل هائل ومستقبل واعد فبدأ يخدوا معاه ما هو الشيخ محمد اسماعيل ده حفظ القرآن بيقولك مية كلمة مية دي معناها يعني حفظ القرآن حفظا متقنة فبيستدعوه في المقاتم في كذا الاخير ومياخد معاه مين محمد الصغير اللي لسه ما كملش الحفظ ولكن شكله كده انه واعد فتعرف من صغره على كبار القرآن احنا بنتكلم في ايه احنا بنتكلم ان الراجل ده مولود 34 يعني لما حصلنا 50 اللي مات فيها رفعت كان هو عنده 16 سنة بظبت يعني حفظه دلوقتي 20-30 جزء والذي يمكن حفظ القرآن كله يعني فابتدى في بعض الاحيان يبدأ ايه بقى محمد شبيب انه هو يشارك محمد اسماعيل فيه اللي اتلاه ويقول له اقرأ ويشجعه علشان الناس تسمع الصوته والناس تسمع صوته من هنا وابتدوا يلتفوا عليه مرة تانية من هنا بعد كده محمد احمد شبيب نزل بقى سابه من البلد ونزل القاهرة كويس لما نزل القاهرة على طول كان امل كل من نزل القاهرة هو انه يزيع في الاذاع المصري حلم طبعا لاي شيخ او لاي حد حلمه كده طبعا وكان ساعتها بيقرف ميتم سمعوا واحد كان اسمه الاستاذ حمودة كان ماسك الاذاع الساعتها فالسيد حمودة ده هو يعني اعمل ايه دعاه قال له ما تيجي تختبر عندنا ده انت صوتك حلو واداك حلو قال له خلاص حاضر وقدم الطلب بتاع الالتحاق واللجنة عملت له ما وعد فراح قال لللجنة يا لجنة والنبي اخريني شوية ست شهور عايز يعني بالرغم ان اه دي حركة ما تتعملش من الفرحانين بالاذاعة والفرحانين بانه هيختبر وان اللجنة وفقت ان هي تعمله ايه موعد لكن لو رجعنا للخلف في طريق التربية ومع محمد اسماعيل اللي خلاه يعيد السبعتاشر فتعرف ان الراجل ده بيسعى الى الكمال فهو عطل نفسه الست شهور علشان يرتب روحه ويجهز نفسه لهذه المواجهة يبقى هو الان من النقصان يعني هو مش عايز نجاح هو عايز كمال نعم كمال النجاح ومن هنا اللجنة فعلا فهمت انه هو عايز جهز نفسه وكذا فعطته الست شهور اللي هو عايزه وراح ويجه ومتحن ونجح بنتكلم بقى دلوقتي في سنة اربعة وستين خمسة وستين بقى معتمد في الإزاعة اشتركوا في القناة